ما حكم من أجر سيارة فعادت السيارة بعد الإيجار فزة متعطلة ما حكم من أجر شقة وراح يسلم الشقة بعد ما تأجرت وجد أن فيها إطلافات هل يقبل العوض ولم يقبلهوش؟ ليه ثلاث احتمالات الحالة الأولى أن يتبين له بالبينة أن الأعطال الموجودة في السيارة لسوق الاستخدام أو الأعطال اللي في الشقة لسوق الاستخدام ساعتها يأخذ العوض وحلل عليه قال الله تعالى فمن اعتد عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتد عليكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام يعني العوض حلال طيب الحالة الثانية أن يتبين له أن الإطلافات الموجودة في الشقة أو في السيارة لطول الاستخدام ولم يفرط المؤجر ساعتها حرام تأخذ منه جني لو أخذت منه جني بأخذت عوض محرم ويتخرب بيتك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمن يعني حرام الغرامة على واحد مؤتمن طب لو واحد بقى ما عندكش بيينة بس بتشك إنه فرط ليس لك عليه إلا اليمين قال النبي صلى الله عليه وسلم البين على من الدعاء واليمين على من أنقر جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر